الحاجة الثانية كمان إنه مش بمشورة الناس دي بمشورة الله المحتومة وعلمي الصابق الفكرة اللي أنا عايز كمان أركز عليه جسيس نظار وأنا أعرف تماما أنك هتتطفق معايا في كده ولو اختلفت معايا أحب أتعلم منك حبيبي فعلى سبيل المثال في فكرة مشورة الله المحتومة الجماعة الكهنة والكتبة وفرسيين والصدقيين وكل الجماعة دول وهم بيشتغلوا كانوا فاكرين نفسهم هم هيقدروا ينهوا قصة المسيح وما كانوش يعرفوا أن هم أدوات للخلاص وما كان هدفهم الهدم ما كانوش يعرفوا أن هم أدوات للخلاص عشان كده الرسول بطرس في يوم الخمسين وهنا مين اللي بتكلم الرسول بطرس اللي أنكر المسيح أمام جارية هنا ليه بيشهد الرسول بطرس لأنه ده بعد القيامة وبعد سكن الروح القدس في التلاميذ في أعمال اتنين ففي أعمال اتنين بيقولهم أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأخوال يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجاب وآيات صنع الله بيدي في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلميه السابق وبأيدي أثى ما صلبتموه وقتلتموه الذي أقامه الله ناقدا أو جاع الموت إذ لم يمكن لم يكن ممكن أن يمسك منه هنا وخلي بالنحن عندنا في الحداث في العاد القديم إخوات يوسف كان هدفهم إيه؟ إنهاء قصة يوسف في النهاية بعد اللي حصل ليوسف على فكرة يوسف ده قصة رهيبة لأن يوسف كل خطوة في حياته ضد موعيد الله ليه موعيد الله ليه أنه يكون عظيم يدباع كان ممكن يقتل بدل القتل وبيع عبد بيت فتفار يكون أمين في بيت فتفار وكلما يكون أمين مع الله كلما تحصل له كارثة يعني ده ممكن يقول له ربنا يعني لو إحنا هنا أنت فين؟ أمان تتودي السجن لكن في النهاية يوسف يقول لإخواته أنتم قصدتم بيه شرا أما الرب فقصد بيه بالشر بتاعكم الله حوله للخير هي نفس الحكاية أنتوا فاكرين أنه كنتوا هاتينوا قصة المسيح لا دي مشهورة الله المحتومة وعلميه السابق بس ده كمان ما يبرأكوش من الزنب اللي انت عملتوه بأيدي آثمة صلاة تموم يبقى هنا الصليب كان مشهورة الله المحتومة على فكرة في رأيي أن الصليب مش حاجة مفاجأة كده الله بعد ما خلق آدم آدم سقط وبعد ما سقط آدم الله يبدأ يفكر في فكر القرص لو كده إليه يبقى إليه مش عارف لكن الصليب نفسه مشهورة الله الأزلية الذي بروح أزلي قدم نفسه بالزهر مكتوب في العبرانيين افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم ولكن أظهر لنا إيش في الأزمنة الأخيرة ده الفكر واضح أن هذا الفكر مش مفاجأة للرابط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر